السلام عليكم كنا شرحنا في الدرس السابق أن الأفعال تنقص من قسمين أفعال تقبل ing وأفعال لا تقبل ing طبعا بإمكانكم أنكم ترجعوا للدرس السابق عشان تتوضح لكم هاي المعلومات أكتر أما اليوم بدنا نشرح الأفعال التي تقبل إضافة ing لصيغة الاستمرارية طبعا مشكلة الكلمات مثل work منضيف لها ing فقط من دون أي تعديل ففي حالات أخرى مثل فعل write إذا بدنا نخليه فعل المستمر يصبح writing فإذا بتلاحظه هون أنه إحنا حضفنا الحرف e من نهاية الكلمة ثم أضفنا ing طب ليش هيك عملنا؟ في هذا الدرس رح نوضح هاي الحالات وحالات أخرى كيف نضيف ing للكلمات قبل ما أنه نبدأ بالحالة الأولى بدنا نذكركم أنه أحرف العلة هي خمس أحرف a, e, i, o, u أما الأحرف الصحيحة هي بقية أحرف اللغة الإنجليزية لأنه هاي المعلومة رح نحتاجها كثير في هذا الدرس معاكم عمر الحياري وخلونا نبدأ بالحالة الأولى الحالة الأولى بشكل عام من نضيف ing لنهاية فعل التصريف الأول عشان يصبح فعل مستمر مثل فعل work اللي ذكرنا يصبح working أيضاً الفعل climb فإذاً في هدول المثالين أضفنا ing من دون إجراء أي تعديل آخر وفي هذا الدرس المعاني اللي رح نذكرها رح تكون كفعل مستمر فقط يعني لو كانت الكلمة تنتهي بing تحتمل أن تكون صفة أو اسم ما رح نذكرها لأنه درس اليوم بيختص بالأفعال اللي بتقبل ing الحالة الثانية إذا انتهى فعل التصريف الأول بحرف e1 مثل الفعل come والفعل right هدول الفعلين انتهوا بحرف e1 وليس أكثر في هاي الحالة منحذف الحرف e من نهاية الكلمة ثم نضيف ing ليصبح فعل مستمر فcome تصبح coming وwrite تصبح writing يكتب وهكذا الحالة الثالثة إذا انتهى الفعل بحرفين e وربعض أو الحرفين o و e أو الحرفين y و e مثل flee die tipto في كل هاي الحالات منضيف لها ing بدون أن نحذف آخر حرف e الحالة الرابعة إذا انتهى فعل التصريف الأول بحرفين i e مثل فعل die و lie في هاي الحالة منحذف هدول الحرفين i و e ومنضيف حرف y ثم ing فdie تصبح dying lie تصبح lying إذا منحذف الحرفين i e ومنضيف y ثم ing حالة الخامسة إذا انتهى فعل التصريف الأول بحرف صحيح مثل فعل plan عندنا هون حرف النون هو حرف صحيح وكان قبله حرف علة واحد وعندنا هون حرف a حرف علة لاحظوا أنه حرف واحد وليس أكثر في هاي الحالة منضاعف آخر حرف ثم نضيف ing فتصبح planning بمعنى يخطط مثال آخر swim انتهت بحرف صحيح m وقبله حرف علة واحد i فتصبح swimming منكرر آخر حرف ومنضيف ing طبعا هاي الحالة مثل كتير من الحالات في اللغة الإنجليزية لها استثناءات مثل الفعل visit انتهى بحرف صحيح t وقبله حرف علة i لكن هذا الفعل ما منكرر آخر حرف فقط منضيف ing فتصبح visiting أيضا offer ما ضعفنا فيها آخر حرف أيضا عنا مجموعة من الاستثناءات الأخرى فإذا انتهى فعل التصريف الأول بالحرف w أو x أو انتهى بالحرف y أو انتهى بالحرفين en في كل هاي الحالات منضيف ing من دون ما نكرر آخر حرف مثل عنا الفعل play انتهى بحرف صحيح y وقبله حرف علة القاعدة بتحكي إنه منكرر آخر حرف لكن هون عنا استثناء لأنه انتهت بحرف y فمنضيف ing من دون ما نكرر آخر حرف فتصبح playing بمعنى يلعب أو يعزف وأيضا عنا هاي الأمثلة للحالات الأخرى كلها أضفنا فيها ing وما كررنا آخر حرف حال السادسة القبل الأخيرة إذا انتهى الفعل بحرف صحيح مثل عنا الفعل eat انتهت هاي الكلمة بحرف t وهو حرف صحيح وكان هذا الحرف مسبوخ بحرفين علة فالحرف t هون سبقوا حرفين a و e و a و e من أحرف العلة في هاي الحالة ما منكرر آخر حرف فقط منضيف ing ف eat تصبح eating إذن إذا الحرف الصحيح سبقوا حرف علة واحد منكرر الحرف مثل الحالة السابقة أما إذا سبقوا حرفi علة ما منكرر الحرف مثل هاي الحالة مثال آخر cook فتصبح cooking من دون مضاعفة الحرف الأخير موسيقى الحالة السابعة والأخيرة إذا انتهى الفعل بحرف لام في هاي الحالة ما في قاعدة معينة أحيانا منضعف حرف لام وأحيانا ما منضعفه مثل أن الفعل control يصبح controlling فهاي الكلمة ضاعفت فيها حرف اللام مثال آخر fail يصبح failing هذا المثال ما ضعفنا في حرف لام قد يكون هناك كلمة تحتمل أن تكون في الحالتين الحالة الأولى منضعف فيها حرف لام وهذا بالإنجليزية البريطانية أما الحالة الثانية ما منضعف فيها حرف لام وهذا في الإنجليزية الأمريكية وأيضا في هناك كلمات أخرى إلا حالتين تختلف من الإنجليزية البريطانية عن الإنجليزية الأمريكية ملاحظة قد تجد بعض القواعد اللي بتحكي متن ضاعف الحرف الأخير أو لا سواء كان حرف لام أو حرف آخر مثل الحالة الخامسة وهاي القاعدة بتعتمد على اللفظ لكن في الحقيقة هاي القاعدة مش دقيقة تماما وقد يكون صعب تطبيقها وهيك بكون خلصنا درس اليوم الدرس القادم رح يكون عن الأفعال التي لا تقبل ING لصيغة الاستمرارية كان معكم عمر الحياري والسلام عليكم